بالطالب عمر أشرف طالب في كلية التربية في جامعة إسكندرية قدر أن يحصل على ثلاث ميداليات زهبية وكمان المركز الأول في البطولة العربية للقوة البدنية هو معانا دلوقتي عبرزون صباح الخير عليك يا عمر صباح النور يا حندم يا أهلا بك في البداية طبعا مبروك اللقب مبروك الثلاث ميداليات لكن عرفنا أكتر عن المسابقة تمت إقامتها فين وكمان عن المنافسين ليك في هذه المسابقة والله يبرايك في حدودك يا حندم طبعا الحمد لله البطولة تمت إقامتها في القاهرة كانت المنافسة بين ثمان دول العربية تمت يعني يعني تمت كانت منافسة مش مش فكرة أنها كانت سهلة أو صعبة بس يعني كانت أول مشاركة لها دوليات طبعا يعني عمر بنبرك لك مرة تانية ويعني ده خبر الحقيقة يفرحنا كلنا بس خلني أتكلم معاك بقى عن التحضيرات تحضرت نفسك إزاي لهذه البطولة خاصة أنه يعني من بدء كورونا فيه شوية يعني صعوبة في التمرين مش زي الأول متهيأة لظروف اتغيرت شوية بس يا فهندس هو بفضل ربنا ثم بفضل مدربي يعني كابتن طارق الصنباطي احنا قدرنا أن احنا نتمرن أسداء فضل كورونا يعني حتى بسرطه يعني بالرغم أن كورونا كانت عائق في التدريب إلا أن احنا قدرنا أن نوفر مكان نتمرن فيه أسداء فضل كورونا والحمد لله قدرنا نعمل خطة تدريبية محكمة بأن احنا نقدر نعمل أرقام ننافس بيها الدول العربية والحمد لله قدرنا أن احنا نحصل المركز الأول يعني عليهم يعني العرب عمو طبعا الحمد لله ألف مبروك عمر دي انت بتقولين دي أول مشاركة لك فإنك أول مشاركة لك وتحصل على البطولة فده إنجاز كبير جدا لكن قولي برضو أكيد كان فيه صعوبات هو ممكن في المالش كان فيه صعوبات بسبب أن احنا عندنا اللعبة بيكون مثلا أنا ممكن أعمل إحماء أو ورم أب يعني قبل ما أخش على أول محاولة بيكون بينها وبين اللعب بتاعي بيكون أكثر من ساعتين مثلا يعني سخنت ودخلت على المحاولة بعد ساعتين فهو يمكن دوت اللي كان عامل مشكلة في البطولة بس ده طبيعي عندي قواعد اللعبة مثلا هو لا بس هو ممكن نقول مثلا إن اللعبة علشان غير يعني لغير مش معروفة زي الكرة تبي تلاقي التنظيم بتاعها مش قد كده ولكن كان القطولة العربية اللي فات كان أحسن تنظيم طيب عمر خليني بقى أبدأ أرجع معك للأول خالص وخليني أعرف السيدة المشاهدين إيه هي رياضة القوة البدنية تمام بصي فعندما الرياضة بتاعتنا رياضة القوة البدنية هي رياضة متكونة من ثلاث رفعات الرفعة الأوانية هي رفعة السوات أو رفعة يعني الرفعة اللي بيتم باستخدام القدمين والرفعة الثانية اللي هي رفعة البنش بريس أو رفعة الصدش والرفعة الأخيرة بيكون اسمها الرفعة الميتة أو الديتليفت بكل كل لقائد ثلاث محاولات في كل رفعة تمام يعني أول مثلا رفعة زي السوات ممكن تبدأ محاولة أولة ثانية ثالثة بتزود لحد ما توصل لرقم أعلى رقم تعمله في الرفعة نافذ بي يعني هم شابه شوية لرفع الأتقال آه أنا أنا أصلا كنت لعب رفعة أسقال قبل دخولي لعبة القوى البدنية تمام كنت منلعب سماتش اللي هو الخطف والكلين والنطش برضو هي مشابهة لها جدا ولكن مع الاختلاف إن لعبة رفعة الأسقال تعاد لعبة أولمبية داخلت دورة أولمبيات غير القوى البدنية نحن بنشكرك يا عمر ونتمنى لك كل التوفيق وألف مبروك مرة تانية على لقب عمر أشرف الطالب بكلية تربية جامعة سكندرية والحاصل على ثلاث ميداليات زهبية والمركز الأول في البطولة العربية للقوى البدنية